أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على تفسير ابن كثير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع الحافظ المتقن المجتهد القدوة علامة العلماء وارث الأنبياء بركة الإسلام وحجة الأعلام محي السنة ومن عظمت به لله علينا المنة عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير البصراوي الشافعي نفع الله به وحفظه بعينه وأمده بقوته وأدخله الجنة بمنه وكرمه الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكثاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكذين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وافتتح خلقه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون واختتمه بالحمد فقال فقال بعد ما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ولهذا قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون كما قال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير فله الحمد في الأولى والآخرة أي في جميع ما خلق وما هو خالق وهو المحمود في ذلك كله كما يقول المصل اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد ولهذا يلهم أهل الجنة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في صدر المقدمة في قول من نسخ الكتاب قال الشيخ الإمام إلى آخره هذه ليست من وضع المؤلف رحمه الله لأنه لا يصب نفسه بهذه الأوصاف وتختلف فيها النسخ اختلافا كثيرا فكل يكتب في مقدمة نفسخته ما تيسر له ويكثر من الأوصاف ويبالغ بالثناء أو يختصر ويقلل بحسن ما يتيسر له وبعض النسخ تتوارد على صيغة واحدة فمثل قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقن هذه في أكثر النسخ وفي بعضها وعليه الطبعات الأولى المتقي بدل المتقن طبعات الأولى كلها المتقي طبعة بولاغ طبعة المنار طبعة الحلبي طبعة تجارية الأولى الاستقامة كلها المتقي وما جاء بعد ذلك من الطبعات كلها على ما عليه أكثر النسخ المتقن وقد تقرأ في بعض النسخ المتقن وقد تقرأ في غيرها المتفنن وهذا ما تختلف فيه النسخ هو اختلاف يسير بل ليس له أثر حماد الدين هذا لقبه أبو الفداء هذه كنيته إسماعيل ابن الخطيب أبي حفص عمر بن كذير الشافعي رحمه الله تعالى رضي عنه قال هنا عمر بن كذير البصراوي ما بصراوي 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 إلى بصراء وليس إلى البصرة الشافعي يقول نفع الله بعلمه وحفظه بعينه لما يدل على أن هذه النسخة مما كتب في حياته وأمده بقوته وأدخله الجنة بمنه وكرمه ولذي يقول طابع هذه الألقاب لم تنتظم كلها في نسخة واحدة يقول وقد لفقتها من نسخ جيم وكاف ولام التلفيق معروف عند المحققين إذا كانت النسخ متساوية في قدمها وصحتها أما إذا كانت متفاوتة في قدمها بأن وجدت نسخة بخط المؤلف أو نسخة من خط تلميذه وقراءها على المؤلف فهذه تجعل أصل ما يجمع معها شيء والزوائد من النسخ الثانية توضع في الحاشية أما إذا كانت النسخ متساوية في الزمان وفي الصحة وليس لأحدها مزيع الأخرى فإنه يمكن التلفيق من جميع النسخ وهذا معروف في مناهج التحقيق الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد إلى آخر ما ذكر هذه المقدمة فيها ما يقال عند أهل العلم ويذكر افتتح في فاتحة الكتاب يسمونه براعة الاستهلال براعة الاستهلال وهو أن يذكر في مقدمة الكتاب ما يناسب البداية والافتتاح وكذلك يذكرون في هذه البراعة وفي هذا الاستهلال ما يدل على موضوع الكتاب لكنه هنا ما فيما يدل على أنه تفسير كثير من الشراح يقول الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه والفقهاء يقول الحمد لله الذي فقه ما شاء من عباده لتعرف أن الكتاب في الفقهة وفي التفسير أو في الحديث لغير ذلك هذه المقدمة كأني قرأت قديماً ولا أذكر في أي كتاب من كتب ابن القيم ذكره حيث قال الحمد للذي افتتح كتابه بالحمد إلى آخر المقدمة تذكره يا أبو عبد الرحمن أي كتب ابن القيم الله أني نسيت على كل حال سواء كانت من من تأليفه وهو أهل لذلك وفوق ذلك وإن كانت من نقله عن ابن القيم كما سيأتي نقله عن شيخ الإسلام من غير عزو فهذا منهج عند أهل العلم أنهم ينقلون من بعضهم ولا يحيلون وذلك للثقة الموجودة بينهم ولا يظن بهم أنهم يتكثرون بكلام غيرهم كما يصنعه بعض من يعاني التأليف لسيما في الرسائل تجد بعضهم ينقل من بعض الكلام الطويل ولا يعزوه صفحتين ثلاث خمس أحيانا أكثر الغير يعزو يتكثر بكلام غيره ولا شك أن هذا سرق ولس يوطي كتاب اسمه المقصود الموضوع سرقة الكتب مطبوع معروف يعني بس نسيت اسمه الحين والنقل من الكتب تكثير الكلام بكلام الغير وكلامهم موجود لا يحتاج إلى أن ينقل من كتاب إلى كتاب لا شك أن هذه صفة كثير من المؤلفين في العصور المتأخرة ما عندهم إلا النقل من الكتب وأشار الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد بن عبدالوهاب في منسكه أن التأليف في العصور المتأخرة ما ما هو إلا تسويد الورق والتحلي بحلية السرق مع أنه وجد من المصنفين المتأخيرين من أبدع وأفاد وأجاد ولله الحمد لكن بعض الناس ما عنده بضاعة يعرضها وإحتاج إلى أن يؤلف إما في رسالة لينال عليها شهادة توظف بها وإذا كان هدفه من العلم والتعلم والتأليف هذا مجرد هذا هذه حقيقة مرة لو بحث عن المال بغير هذه الوسيلة لكان خيرا له وجد فضائح على أيدي المناقشين لكثير من الباحثين ينقلون بعضهم ما يظن أن فلانا من الناس سوف يقع بيده هذا الكتاب ويقرأه ويناقشه فينقل من مؤلفاته فيفتضح ما في علمي أن فلانا سوف يناقش صاحب الكتاب الله صلي ويحضر كتاب وهو كتاب الرسالة اللي بين يديه ويناقشه ويطلع الناس عليها هذه فضيحة صلى الله العافية والسبب في ذلك أن النيات مدخولة كثيرا في هذه الدراسات النظامية التي اشترط لها هذه الشهادات ولا يتمكن من التوظيف إلا بها من أجل ذلك دخلت النيات فصار ينقلون أما في المتقدمين فالنقل كثير ينقل بعضهم من بعض الورقة والورقتين ولا يشير وليس لهم هدف ولا قصد وهذا الذي يظهروا من حالهم إلا أنهم يسرون للعلم ويغفرونه لذا لما نقل الحافظ من كثير كما سيأتي في نقله عن شيخ الإسلام في مقدمة التفسير كلام طويل جدا وغير عزو ونقابله بعد قليل إن شاء الله ويقال فيه مثل ما قيل في شرح الطحاوية مثل ما قيل في شرح الطحاوية في شارح الطحاوية ينقل كثيرا عن شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير ولا يعزو من أجل أن يروج الكتاب ولو ذكر اسم شيخ الإسلام لا سيما في المقدمة كما هنا لو ذكر اسمه احرق الكتاب ولا ما استفيد منه والله مستعان الكلام على الحمد وما جاء بعده من كلام هذا محله الكلام في موضعه الأصلي من التفسير هو تفسير الفاتحة نعم سمع ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس أن يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم لما يرون من عظيم نعمه عليهم وكمال قدرته ودوام سلطانه وتوالي مننه وإحسانه ودوام إحسانه وكمال قدرته وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام إحسانه ودوام سلطانه وعظيم سلطانه لأن عندك هنا في كاف ونون عظيم بدل دوام هنا في نسخة دوام إحسانه إليهم وعظيم سلطانه نعم وكمال قدرته لما يرون من عظيم نعمه عليهم وكمال قدرته وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام إحسانه إليهم ودوام إحسانه إليهم هذه النسخة التي طبعت في مطبعة المنار ومعها تفسير البغوي وهي بعناية الشيخ محمد رشيد رضا وهي من مطبعات الملك عبد العزيز رحمه الله نعم كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي أرسل رسوله مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي المكي الهادي لأوضح السبل أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له ولهذا قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فمن كفر النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الثقلين الجن والإنس ولا يسع أحدا الخروج عن شريعته من زعم أنه يسع ذلك فهو كافر بإجماع أهل العلم ومن نواقض الإسلام من الزعم بأنه يسعه الخروج على شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى الأنبياء من قبل عليه الصلاة والسلام يبعثون إلى أممهم وأقوامهم ولكنه عليه الصلاة والسلام بعيث إلى الناس أجمعين إلى الثقلين من الجن والإنس نعم فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى وكما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث وكما عندك واو نعم بعض النسخ ما فيها واو الواو لي فيها واو كما قال لهذا قال كما قال نعم ولهذا قال تعالى كما قال الواو فذرني عندك وكما هذه النسخة اللي معاكم وكما والشعب أيضا فيها وكما وكما قال تعالى فذرني لكن نسخة المنار ما في هوا كما قال تعالى فهل هو استدلال لما مضى أو استئناف كلام جديد فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى هذه ما أخوذ من آية السابقة ما أخوذ من الآية السابقة ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده إذن المتجه الواو المتجه الواو هنا نعم وكما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثت إلى الأحمر والأسود قال مجاهد يعني الإنس والجن فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن مبلغا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندب الحديث كما هو معلوم في الصحيحين وغيرهما نعم أنه ندبهم إلى تفهمه فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نعم آية التدبر أربع ذكر منها ثلاث ذكر آية النساء وذكر آية صعد آية القتال سورة محمد وبقي آية مؤمنون أفلا يتدبر القول نعم فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مضانه وتعلم ذلك وتعليمه كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله الكتاب المنزل وهو القرآن من عند الله جل وعلا على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل إلى هذه الأمة إنما أنزل للعمل به والعمل به لا يمكن إلا بعد أن يتدبر ويتفهم كثير من المسلمين في غفلة عن هذا يكتفي بمجرد تحصيل أجر الحروف ولا يتفت إلى أن يقرأ القرآن على الوجه المشروع المأمور به يكتفي لقراءة القرآن من غير التفات إلى معانيه ومن غير نظر إلى ما ينفعه منه والتدبر والتفكر بالتأمل والاستنباط الآن لو يأتي نظام بشري ويعمم على الدوائر الرسمية تجد أول ما يأتي هذا النظام يجتمع المسؤول الأول المدير أو الرئيس مع الوكلة مع رؤساء الأقسام مع معاونيهم اللي يقرأوا هذا النظام وتفهموه لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يعملوا به حتى يفهموه وإذا أشكل عليهم شيء رفعوا إلى المقام على ما قالوا ليكتب لهم لوائح تفسيرية ويهتمون باهتمام بالغ وهو من وضع البشر فكيف بأعظم كتاب منزل من عند الله جل وعلا نقرأ هوامر النواهي أي الذين أمانوا يفعلوا لا تفعلوا فيمر علينا كأنه لا يعنينا لا شك أن هذا تقصير كبير في حق القرآن وإذا وجد هذا من العامة وليست لديهم الأهلية لمثل هذه الأمور فطالب العلم يتعين عليه يتعين عليه أن يقرأ القرآن على هذه الطريقة هذه طريقة الصحابة رضا الله عليه كما سيأتي عن أبي عبد الرحمن السلام أحدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن وذكر منهم من ذكر أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل تأملونها يتفهمونها الآن إذا أشكل عليك شيء بإمكانك أن تقرأ القرآن بمفردك تقرأ عشر آيات خمس آيات أكثر أقل ثم تنظر إلىها مرة ثانية تفهمها وإن كان معك قلم تكتب عليها ما يفتح الله به عليك ثم تعرض ما كتبت على كلام أهل العلم وما قالوا فيها ومراجعة التفاسير وخراءة التفاسير كاملة لسيما المختصرات يعينك على هذا التدبر وتفسير الكلمات الغريبة وقد ألف فيها مؤلفات من أعظم ما يعينك على هذا التدبر لكن لا تعمد إلى مطولات كما تدبر القرآن وخلي عندي عشر التفاسير طبري والقرطبي والرازي والألوسي وكذا وكذا وبحرم محيط هذا بيفنع عمرك ما قرأت ما كملت سورة المطولات تعوق عن مثل هذا لكن المختصرات طالب الألم يعني كتفي في أول الأمر إذا كان عنده مثل الجلالين ومثل تفسير الشيخ بن سعدي وتفسير الشيخ صلى الله بن بارك وراجعا تعين على التدبر مرحلة أولى ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة ثانية يقرأ فيها مثل البيضاوي ومثل أحكام الأبن العربي ويقرأ فيها كتب متوسطة ومثل هذا التفسير الذي بين أيدينا ثم إذا انهوا على هذه الطريقة لا شك أنه يحصل لديه مخزون يستطيع أن يفهم بيه كلام الله وإذا انتقل بعدها إلى مرحلة ثالثة في كتب المطولة لكن مثل ما قلنا كتب المطولة تحتاج إلى أوقات طويلة فإذا أشكل عليهم عن آية وتنقل في التفسير ما وجد إلا في المطولة سيرجع إلى المطولات وما ألفت إلا للمراجعة نعم وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا كان بعض الناس يظن أن مثل هذا لا يوجد في هذه الأمة وأنه موجود عند اليهود والنصارى وغيرهم لا موجود وبكثرة في هذه الأمة موجود وبكثرة في هذه الأمة يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا يقدمون رغبة المخلوق على ما جاء في كلام الله من أجل حطام الدنيا خوف أو خشية أو رغبة فيما عندهم من دنياه هذا البيع والشراء هذا البيع والشراء ولذا جاء في الحديث صحيح مسلم أنه ما جاءك من هذا المال من غير استشراف فخذه تموله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ عمر أن يأخذ ما أعرض عليه وأمر غيره كذلك أما إذا كان ثمنا لدينك فلا كذا في صحيح مسلم أما إذا كان ثمنا لدينك فلا لأنه قد يغرى الإنسان وقد يعطى من المال ويغدق عليها أموال من أجل أن يمرر عليه شيء مما لا يجوز في شراء الله وهذا هو البيع والشراء ما يلزم أن يكون بإجاب قبول ومعاطاة ومعاطاة ومدره بشيء نعم فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به وأن نأتمر بما أمرنا الله به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ففي ذكره لا شك أن في طول الأمد ما يجعل بعض الناس يمل من الجادة التي سلكها متبعا فيها سلف هذه الأمة ومن الجد والحزم الذي أخذه على نفسه خذوا ما أتيناكم بقوة أما التسامح والتساهل الذي لا يرضاه الشرع ويأتي بما يخالف الشرع هذا أخذ الناس بعض الناس حتى من طلاب العلم الأمر بحزم قوة ثم بعد ذلك أخذوا يتساهلوا تسامحون ويتعدون حدود الله لأنه طال عليهم العهد والمطلوب من المسلم أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين إلى الموت جد واحد صراط مستقيم واحد نعم ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك إنه جواد كريم فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب أن أصح من هنا بدأ كلام شيخ الإسلام كلامه في مقدمة التفسير يقول فصل فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب نعم فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكثاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال تعالى هذا كل بحروف من كلام شيخ الإسلام وسيأتي كل هذا من كلامه إلى آخر الطرق التي ذكرها شيخ الإسلام في كلام طويل جدا ونقله عنه الحافظ من الكثير وذكرنا الاعتذار عنه بما ذكرناه في شرح الطحاوية وأنه لو ذكر شيخ الإسلام في مطلع التفسير صد الناس عنه لأنه في وقت كانت كتب شيخ الإسلام تحرق ومن يقول بقوله يؤذى ويسجن وأوذي الحافظ بن كثير أوذي ابن عبدالهادي أوذي ابن القيم أوذي كلهم بسبب تبنيهم لبعض آراء شيخ الإسلام أو لآرائه المسائل التي أفتى بها وتفرد بها شو سأبحثون عنه لن يلقون لو قال له أشار إلى أن هناك قائل كان بحثوا عنه وجدوه نعم وقال تعالى وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وقال تعالى وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هذا موجود في بعض النسخ وهي لا توجد في طبعة المنار ويموجود في كلام الشيخ الإسلام نعم ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فالسنة وحي نعم وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذكر ذلك والغرض أنك تطلب تفسير القرآن من ليس هذا موضع ذلك ذكر زائدة بدون ذكر لأنه لا توجد في كلام الشيخ الإسلام ولا في الطبعة الأولى وذكر يقول هنا من جيم أولام من نسختين نعم ليس هذا موضع ذلك والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فبما تحكم قال بكتاب الله قد حقق المؤلف رحمه الله تعالى هذا النوع وهذا الطريق من طرق التفسير وتفسير القرآن بالقرآن فيذكر الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد في مقام واحد نعم قد لا يذكر الآيات كاملة لأن القصص لسيما القصص لو كررها في كل موضع طال به المقام وتوسع الكتاب وقلده في ذلك الشوكان رحمه الله في أضواء البيان وزاد عليه فجعل مبنى كتابه على هذا النوع وهذا الطريق نعم شوكان الشنقيطي نعم الشنقيطي رحمه الله قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد هذا يذكر أن الشيخ رحمه الله نقل عن شيخ الإسلام وذكر اسمه لكن ليس بمقدمة الكتاب وترك الموضوع للذكر في أول الكتاب ليقرأ الكتاب من أوله وإذا مشى منه قطع منه مرحلة طويلة ما يظهر أنه واقتنع بالكتاب واستفاد منه ما يمنع أن يذكر اسم الشيخ رحمه الله وذكر بعض اختياراته الفقهية لا أدل ما نقول أنه ما ذكر الشيخ مطلقا لكنه في هذا الموضوع لا يمكن أن يصد الناس في أول الكتاب نعم وهذا الحديث في المساند ماذا يجاب عن هذا الصنيع بحروفه في أربع صفحات أو خمس صفحات بحروفها ما زاد ولا نقص وش نقول نعم ما في ما في جواب نعم بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا تفسير الصحابي الذي 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 هو الطريق الثالث طريق الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثم تفسيره بالسنة والنبي عليه الصلاة والسلام وضيفته بيان ما نزل إليه بيان ما نزل إليه الثالث تفسيره القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليه وذكر الحاكم في مستدركه أن تفسير الصحابي له حكم الرفع يعني حكم تفسير النبي عليه الصلاة والسلام قال هو مرفوع لماذا؟ لأن الصحابي لا يمكن أن يفسر من تلقاء نفسه إلا بشيء سامعه من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سمع التحذير الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام من أن يفسر القرآن برأيه فلا يمكن أن يفسر الصحابي القرآن برأيه إلا بما سمع عن نبي عليه الصلاة والسلام لأنه جاء الوعيد الشديد على أن يفسر القرآن برأيه ولكن العلماء حملوا كلام الحاكم على ما هو من قبيل أسباب النزول ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب عن أسباب النزول فقط وإلا في ثناية تفاسير الأئمة الطبري وغيرهم من يعتني بالتفسير المأثور وينقل أقابل الصحابة مما لا أصل له في المرفوع وإذا اختلفوا ذكر عن بن مسعود تفسير وعن بن عباس تفسير وعن علي تفسير أن نقول كلها مرفوعة أو هذه اجتهاداتهم لا شك أنها اجتهادات له يقع ومرد ذلك ثبوت بعضها وعدم ثبوت البعض الآخر وإذا ثبتت كلها فيحمل على تعدد السبب لنازل واحد وهذا موجود نعم وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري هذا كلام شيخ الإسلام والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود هذا لا يستقيم نعم حدثنا أبو كريب حدثنا جابر بن نوح حدثنا الأعمش عن أبي الظحاء عن مسروق قال قال عبد الله يعني بن مسعود والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته ويقال مثل هذا من قبل العالم لا ليفتخر به ولا ليترفع به على الناس وإنما ليفاد منه فيغري السامع بسؤاله والإفادة منه فينتشر علمه ويدعى له ويستفاد منه ويدل للناس على الهدى والخير ويقل له مثل أجورهم وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وقال ابن جرير حدثنا يعني الاقتداء بالصحابة رضو الله عيالين في هذه الطريقة وهذا المنهج لا شك أنه يورث من العلم والعمل بما يختلف مما يصنعه الناس اليوم الناس تجدون عنايتهم بالتفسير لا سيما في المدارس والكليات والجامعات النظامية تجدوا يقرر عليه تفسير الشوكاني مثلا في أربع سنوات ثم في مدة الفصل الدراسي مع ما ينتابه من خلل وانقطاع في إجازات وتأخر الأستاذ تغييره من أستاذ إلى آخر ما يقرأ ولا عشر التفسير في أربع سنوات لكن لو إنسان اختلط له طريقة ومنهج مقتديا بالصحابة رضو الله عالم يأخذ عشر آيات ويراجع عليها في أول الأمر تفسير مختصر ويضم إليه آخر إذا أشكل عليه شيء من هذه المختصرات ما يحتاج إلى وقت حتى ينهي التفسير فإذا أنهي التفسير على هذه الطريقة صار عنده تصور ولو لم يكن كامل صار عنده تصور ولو إجمالا لجميع القرآن ثم بعد ذلك انتقل إلى ما هو أطول من هذه التفاسير فيستفيد أكثر وهكذا لكن ما يمسك التفسير من أوله بالتطويل ويقرأ عليه مطولات التفاسير لأنه احتمال أن يمل ينقطع أو تخترم المنية دون إكماله نعم وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال قال عبد الله يعني ابن مسعود عن مسروق عن مسلم عن مسروق عن مسروق قال حدثنا مسلم هذا هو بالضحى الذي تقدم في السناد الأول أنا لا أعمش أنا بالضحى عن مسروق ابن الضحى هو مسلم ابن صبيح نعم عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس ثم رواه عن يحيى ابن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس قل ذلك عندنا نبي طبعة المنار طبعة الشيخ رشيد عن مسلم الصبيح عن أبي الضحى خطأ كنيته أبو الضحى نعم ثم رواه عن بندار عن جعفر ابن عون عن الأعمش به كذلك فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح وثلاث وفي التفسير ثنتين وثلاثين نعم وهذا المعروف في فاتح لكن في الفتاة وسنة الثلاث وثلاثين على الصحيح وعمر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة نعم وعمر بعده عبد الله بن عباس ستا وثلاثين سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود رضي الله عنه وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور فما ظنك بما كسبه في بعض النسخ كتبه لكن اللي في الفتاة وهي الأصل كسبه نعم وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعه الروم والترك والديلم لا أسلموا ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين عبد الله بن مسعود وابن عباس ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري عن عبد الله بن عمر ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد فإنها على ثلاثة أقسام نعم الإسرائيليات مكررة تذكر الاستشهاد تذكر للاستشهاد لا الاعتقاد و gera تذكر الاستشهاد مكررة والاعتضاد قال ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد نعم في النص هذه مكررة تذكر للإستشهاد مكررة تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد يعني لا يعتق ولا يعتمد عليها ولا تعتقد إنما هي مما يرى عملية لا يصدق ولا يكذل ولكن التكرار ليس في الأعصال لا حتى هنا تذكر للإستهال الشهاد لا للاعتقاد وفي تفسيره من كده لا للاعتضاد نحن في الاعتضاد فإنها على ثلاثة أقسام أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه ويجوز حكايته لما تقدم هو الذي قال في حدث عن بني إسرائيل ولا حرج من هذا النوع أما ما يشهد له شرعنا وجاء شرعنا بتأييده وإقراره فهذا اكتسب الشرعية من هذه الحيثية فيصدق وما جاء شرعنا بتكذيبه ومخالفته فهذا يجزم بكذبه ولا تجوز روايته هو أن الثالث القسم الثالث هو الذي ليس في شرعنا ما يدل على كذبه وعلى صدقه هذا الذي يروى لكن لا يعتمد عليه نعم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وتعين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك ومع ذلك تداولها المفسرون في تفاسيرهم تداولها المفسرون من كثير رحمه الله ذكر روايات كثيرة إسرائيلية من هذا النوع والقرطب على أنه اشترط في مقدمة كتابه أن لا يذكر شيئا منها ذكر شيئا ولكنه ليس مثل غيره ما أكثر منها قليل جدا نعم إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فقد اجتملت هذه الآية الكريمة لا يزال الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير بحروفه نعم فقد اجتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردها ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل ما هذا يستفيد من طالب العلم الذي يؤلف أو يعلم إذا ساق الخلاف أن يجعل ما ذكر في هذه الآيات مصبعينه يستوعب الأقوال كل الأقوال يأتي بها لأنه قد يترك قول قد يكون هو الراجح من هذه الأقوال ثم ينبه على الصحيح من هذه الأقوال بدليله ويبطل الباطل لأنه مخالف للدليل ثم تذكر فائده الخلاف وثمرته قبل ذلك حرر محل النزاع والخلاف لأنه قد يذكر أقوال يظنها مستقلة وهي مندرجة في أقوال أخرى فإذا حرر محل النزاع وضبط الأقوال وذكرها بأدلتها وخرى الصحيح وفند الباطل بالدليل وصل إلى الحق إن شاء الله تعالى نعم وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لأن لا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فتشتغل به عن الأهم فأما من حكى خلافا في مسأله ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما لكيه بعض الطلاب لعدم فهمه بالمراد وعدم خبرته في أقوال أهل العلم قد يجد قول عند عالم ثم يجد عند آخر ما يخالفه في اللفظ دون المعنى فيظن أن الخلاف في المعنى فيثبته قول مخالف لما تقدم وهذا سببه الجهل بمعاني الكلام ومدلولات الألفاظ نعم فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثو بيزور فهو كلابس ثو بيزور والله الموفق للصواب فصل إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ندين عليه ندين عليه كلام التابعين نقف على الفصل والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذكر بعضهم من كتاب السيوطي الذي أشرنا إليه اسمه الفارق بين المصنف والسارق مضعف لكن الأمة تلقته بالقابول ماذا هذا؟ لا لا يعني هذا المصحح فيعتبار أن تلقته بالقابول أي هذا المصحح في المصنف والقابول أو لا مضعف من حيث الأسنات سأل الله يقول أنت ذكرت أن العزل عند المتقدمين يعزون دون ذكر إيه تسامحوا طيب ليش ما نقول هذا من نقلم الكثير من هذا البالي إيه لكنه صرح بالزمخشري صرح بالألوسي ما هو بالألوسي الرازي وصحح صرح كثير منها يعني قد ينشط في بعض المواضيع خمس صفحات ينقلها كذا يعني هذا يكون نقل خفيف تقصد إيه سطر سطرين كذا إيه ما يصر طب الآن الان يفعل مثل هذا سطر سطرين ينقذون العزل فيه ينقذونه لأن الأمانة مهنة أمانة والدعاوى طالت إذا وجد الصدق والأمانة وكون الشخص مأمون ولا له هدف ولا قصد ولا يتكسب بهذا الكلام ولا يتكثر فيه ما يخالف النسان يعني لا يستطيع أن يذكر ذلك عن نفسي يعني هو لهم ما عزوا يقولنا لأجل هذا لا 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 ما يجوز ولذلك قالوا لا بد أن يعزوا لا حتى لو كلمة كلمتين ولا لا بد أن يعزوا ذكر القرطب يعني ابن عباس من بركة العلم إضافة القول إلى قائله إضافة القول إلى قائله الآن لو صعنا لي هذا التصنيف اللي ذكرته الآن التصنيف كله نقل لا أنا فيه لا فيه تحرير فيه تحرير على المسائل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين